والنتيجة 2-1 بعد مباراة الزهاب والحالة كانت صعبة جداً تعالوا شوفوا محمد هاني كابتن محمد هاني وهو بيمارس دوره كأحد كباتن النادل آلي في وقت صعب جداً ده طبعاً محمد هاني أعتقد فارس يعني واضح جداً إن فيه نطج في الشخصية نطج في الشخصية وفهم لطبيعة كباتن النادي الأهلي يمكن مسماني اتكلم في وقت من الأوقات عن محضرة محمد الشناوي التاريخية لللاعبين في نهاية دور الأبطال وبين الشوتين في المباراة الأهلي والزمالك في المباراة القاضية يمكن ده فكرة بتستمدها خلينا نقول لك حاجة يا فارس ممجد حتى كابتن سيد عبد الحفيز اتكلم إن علي معلول وقال كده المسؤول أنا كنت جاهي فعلاً كبير لأن المسؤول بيسمع حاجة من اللاعب خلاص ما ينفعش تعلق عليه فبتسيب ده طبعاً وده اللي حصل في النادي الأهلي وعلى فكرة هاني السلية الشناوي ومعلول دايماً بيلعبوا الدور ده وعشان كده جماعة فكرة الروح عند النادي الأهلي مختلفة أنا بقول البطولة دي هي أكتر بطولة في تاريخ النادي الأهلي أنا ما بقولش أغلى ومش أغلى لأن ده جدل نسبي حنفضل فيه مئة سنة إنما بقول هي أكتر بطولة فيها تحديات لأفراد شخصية يعني إيه؟ يعني كهربا جاءة من العدم كهربا يا جماعة في شهر يناير كان فيه ناس بتقول بطل كرة الراجل رجع شوف عدد أهدافه دورة أبطال أفريقيا هداف البطولة أه طبعا شوف وصل بيه إنه هو ياخد لقب فردي وشوف على مستوى تحقيقه اللقب وفكرة الانتصار الشخصي شوف بيرسي تاو اللي كان قبل البطولة دي وقبل المسم ده عنده تحدي أو يمشي فالراجل قرر أنا ممشيش بدا السي فيه بتاعي في النادي الأهلي فاعدوا حقها ده شوف الشحات كيف جاءة لفكرة إن الناس عملا تقول كل مرة الشحات الدفع فيه كذا بس اللي حققوا بس الشحات بس البصمة حقق إيه دي بطولة تحديات شوف معلول إزاي دي أفضل بطولة ليه أنا في رأيي على المستوى الفردي رغم كل الصعوبات اللي مرت فيها شوف كم التحديات فالبطولة دي هاني بيجسد في كلامه اللي إحنا بنتكلم فيه دي يا أسامة كانت بطولة تحديات شخصية لم أرى هذا كم من التحديات في بطولة وهذا كم من الرعنات في بطولة ياخد حتى مديرك الفني في حتة إشراك مصطفى شبير قال أنا ده قراري وأنا حسبني وده المدير الفني اللي بيدخل رعناه أنا قراري هنا مصطفى شبير وقراري في الشناوي بحضره للمباراة اللي هي بتاعت المغرب وفي النهاية نشوف وإنت نفسك قول هحققت أهدافي ولا لا أودارهم السهل تأكيد خاصة أن هاني يا فارس يعني مش أقول ملتلكش يا هاني هاني يا فارس رجعت الهاني وقت لا في ماتش البطولة الماضية كان يعني بيتحمل جزء كبير جدا من الهرف الثاني فكان عليه ضغط برضو وتحدي كبير وأيضا مروانة عطيها جماعة ده صفقة مهمة جدا أن أنت تتكلم عن لاعب مع كامل احترامنا طبعا وتقدرنا لنادي الاتحاد السكندرية ولكن الاحتكاك اللي واجهه مروانة عطيها في بداية مشواره مع النادي الآلي ببطولة قرية ويكون قد الاحتكاك ده ويكون قد التحدي ده لا عندنا نمازج كتير جدا جدا قدرت أنها تؤكد جدرتها أنها تتواجد في تاريخ النادي الآلي بأحرف من ذهب ولكن أيضا عندنا شخص يبدو أنه سيسجل اسمه بأحرف من ذهب البرنامج ده تحديدا لما تم التعاقد مع مرسيل كولر كان عنده تفاقل شديد جدا وتلقى نتكلمنا عن مرسيل كولر من كل الجوانب الجوانب الفنية تاريخه السيفي بتاعه الجوانب النفسية التعامل مع المؤتمرات الصحفية يعني رفعنا معاه سقف الطموح قوي حتى تكلمنا عن هزاره ومدعبته وخفة ظله وقلنا يا جماعة المدير الناجح هو المدير اللي عنده خفة ظله والحقيقة كلام اللي عابين عن مرسيل كولر ده بيعكس لك قد إيه مرسيل كولر شخصية جديرة بثقة النادي الآلي فيها وجديرة بمنصبها منصب المدير الفني للنادي الآلي لما تتكلم عن رامي ربيعة اللي بالمناسبة عنده خمس بطولات قرية وأصبحنا الآن مع كل بطولة بنحققها نقول عايزين تغيير رامي ربيعة في الدقائق الأخيرة رامي ربيعة هو كان بعيد الفترة اللي كان فيها مع بيت سمس ماني يطلع برضو في بعض الأوقات كان بعيد الموسم ده وبينزل في آخر ثلاث دقائق لكن يتكلم عن مرسيل كولر إزاي الراجل ده مكتهد شايف شغله برغم أنه هو أحيانا بيهزر لكن وقت الشغل بيقول انتهى الهزار دخلنا في موضوع في وقت الجد برسي تاو المحترف اللي كان جاي مع بيت سمس ماني والموضوع مراش علاقة بنقرنا الاتنين مديرين فنين كبار حقوق إنجازات مع النادي لها لكن بكلمك على شخصيات وبيرسيته تحديدا بيتحدث عن كولر إن الراجل ده ما كنتش أنا متواجد في الملعب لإني كنت مصاب وقت ما جاه ولكن أول ما بدأت ترجع للتدريبات طلب مني انت مين أنا عايز أعرفك شخصيا قبل معرفك كلاعب ده المدير الفني يا جماعة اللي تقدر تراهن عليه وانت متطمن عندنا يعني كولر حق نتائج مع النادي الآلي فأول موسم أنا بشوفها العلامة الكاملة انت بتاخد بطولة دوري أبطال أفريقيا مع أول مشاركة بتاخد كاس مصر مع أول مشاركة وعلى حساب نادي بيرامدز بتاخد كاس السوبر على حساب نادي الزمالك في بداية الموسم اتنين صفر ولم تتحليك الفرصة إنك تاخدوا مرة تانية على حساب نادي الزمالك فخدتوا على حساب نادي بيرامدز مرة أخرى طبعا مباراة الكولر يا فارس مع النادي الآلي 47 مباراة 35 فوز 8 يتعادل 4 خسار أعتقد اسم فعلا ممكن يكون من ذلك بص أنا للأمانة من الناس اللي لما بتنحاز بتنحاز بشكل مبالغ فيه لأنها بتبقى مسلمة جدا من الناس دي مصدقة فيها فأنا عندي جزء وكولر من الناس اللي أنا مؤمن بها فوق ما تتصوروا يعني لدرجة إن أنا براهن على الراجل ده لأنه هو إن شاء الله لو استمر لأبعد وقت ممكن هيكسر أركام كتير لم يكن في اعتقادنا إن هي ممكن تكسر تاني حاجة بالنسبة لي مارسل كولر هذا يا جماعة أنا محبش المدير الفني اللي بتكلم كرة بس الراجل ده دخل تحديات في ملف الجمهور لم تحدث من مدير فني من فترة كبيرة جدا دخل تحديات في ملف الملعب دخل تحديات في ملف طموحه على مستوى التدعمات هذا مدير فني لديه شخصية قوية جدا وقدر يروح مع النادي الأهل الحتة بعيدة جدا كولر هو أحد أهم المكاسب اللي قدر مجلس إدارة النادي الأهلي يحققها والتغيير اللي أحدث فارغ كبير جدا ربما يكون في يوم الأيام من أعظم التغييرات التاريخية نشوفكوا بعد الفاصل لأن كلامنا منتد ما بين فرحة وما بين أحداث كثيرة جدا تستدعي التعبق ترجمة نانسي قنقر